هل تقول لنا سبب تلك النهاردة وسبب عمل محمد فلسطيني؟ النهاردة أحياء لمئة يوم على العدوان ضد الشعب الفلسطيني ده محاولة لأننا ننتصر للحديرة الفلسطينية محاولة لأننا رسالة دائما التي نقدمها دائما لانتصال الشعب الفلسطيني ده رسالة لزملائنا الصحفيين الفلسطينيين من كلهم نحن معكم في كل وبنا معكم أيضا هي دعم للصمود الفلسطيني هي قضية الفلسطينيين ظل دائما هي قضية محورية بالنسبة للنقرب الصحفيين والشعب المصري وهذه محاولتنا لنكون معهم ولو بأضعف الإيمان ولو بالكلماتنا فقط التي تبتح لنا بسلحنا الذي نمتركه وهو الكلمة وهو المؤتمرات وهو ده رسالة من النقرب الصحفيين إلى كل زملائنا وإلى الشعب الفلسطيني بشكل كبير ممكن سؤال أنا شخصين حابة أعرفي جبتوا وهل الوقفات التضامنية هل بتشوف فيها تأثير؟ ده يعني الوقفات التضامنية في كل العالم لها تأثير لأنها هي أعلان على الأقل درسالة في الداخل أن هناك من يخف معكم ده أول رسالة رسالة للساسة أو للوقادة في العالم أن الشعوب ترفض هذه المجازل هذه دلالات الوقفات الوقفات دي هي تعبيرنا على التضامن رسالة للداخل نحن معكم ورسالة للآخرين نحن نرفضكم نحن نرفضكم نحن لن نسكت لن نسكت على جرائم حضرتك كنت تتكلمت عن توصيف الأحديث المقدرة تعمل مجهود في توصيف الأحديث التحصل ممكن تتكلمنا ده المشوى ده عبارة عن إيه؟ لا إحنا دلوقتي محاولة لجمع الفيديوهيات محاولة لجمع أدلة الجرائم ضد الشعب المسطيني محاولة لدعم جهود المحاكمات الدولية بشكل أو بآخر لجنة التوصيف بدأت في البداية لتوصيق هذه الجرائم لتوصيق برائم الصحافة أيضاً في حق الشعب الفلسطيني كنا أمام جريمة كبيرة أمارسها زملاء لنا وكنا نوفقها وأيضاً نوصق الجريمة الصهونية بحق الشعب الفلسطيني وبحق زملاءنا على الأرض ده جزء من أدواننا في إلقابة الصحافة أحنا أرسلنا هذه الأدلة لمنظمات مختلفة ومتلبناهم بمحاكمة نجال الحرب وطول الوقت هي الإنترنت مليء بذلك ولكن أحنا نحاول استخدامها للإمتصال للحق الفلسطيني قلنا نساعد موضوع وقت الدحدوح؟ وقت الدحدوح هو إحنا نخاب الصحافين منحته جائزة حرية الصحافة لهذا العام والعام الآن نخطط لتخديم ملف لليونسكو من خلال نخاب الصحافين اللاصرية باعتبار أحد المؤسسات التي هي مهتمة بحرية الصحافة لحصوله على جائزة شجاعة الدولية التي تقدمها ليونسكو وده جزء من دولنا هو رسالة أقوى للدحجيح أرسلناها اليوم رسالة معبرة جداً وكمان معبرة عن الوضع الداخلي معبرة على درجة أن رسالة مدتها دقيقة استغرق لتحميلها ساعات كما قال في الرسالة وهذا الكاشف عن حجم المعاناة من أخل الحقيقة من على الأرض بخلال طبعاً قصته نفسية قصة بطولة دائمة لا بد من القفلة ولا بد من تخليدها ولا بد من إعلان أننا إعلان هو أرسل رسالة معلم لكثير من الصحافيين ونقول له نحن تلقينا رسالة بكل محبة وكل مودة وندرك ما تقدموني وعلي خضايا الخضايا في العالم وخضايا الخضايات وخضايا الشعب الفلسطيني